مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارا يوم الاثنين وخلال الأيام التالية وبالتالي بيكون الطقس ربيعي لطيف أثناء النهار لكنه يميل إلى البرود بالليل فبيكون بارد نسبي ليلا مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة باللاحظ أن المملكة صباح يوم الاثنين راح تكون تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة هذا اللون الأخضر لكن إن شاء الله اعتبارا بعد ظهر يوم الاثنين أو ظهر يوم الاثنين بنلاحظ أن هناك الارتفاع واضح على درجات الحرارة وأيضا بيبدأ تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى ورطوبة أقل هذا اللون الأصفر وكذلك اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا تقريبا وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية الملموسة 8 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة تبدأ درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين بالارتفاع التدريجي تكون الأجواء لطيفة في ساعات ظهيرة لكنها تميد للبرود أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة 18 تبقى أقل من المعدل أنه معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنين هو 25 درجة مئوية الصغرى أجواء تميد إلى البرود ليلا والصغرى 11 درجة يوم الثلاثاء توالي درجات الحرارة ارتفاعها بتكون بحدون ما بين 22 إلى 24 أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميد للبرود خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقعة بحدود 13 درجة مئوية الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء ربيعية معتدلة أثناء النهار وربيعية رطيفة ليلا العظمى المتوقعة ما بين 25 إلى 26 والصغرى بحدود 17 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية اربط 23-11 عجلون 21-11 جرش 23-12 والمفرق 22 إلى 11 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 20-12 مأدبة 18-12 عمان 18-11 الزرقاء 22-13 البحر الميت أجواء لطيفة معتدلة النهار لطيفة لنيلا 28 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء لطيفة في النهار تميل للبرودي قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعة الصباح الباكر الكرك 20-12 الطفيلة 18-11 الشرى 16-10 وإمعان 22-12 العقبة أجواء لطيفة ومعتدلة بالنهار لطيفة بالليل العظمى المتوقعة 30 والصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة في النهار ولطيفة ليلة لكنها تميل للبرودي بعد منتصف الليل وفي ساعة الصباح الباكر الأزرق 25-14 الصفاوي 24-14 والرويشة 23 إلى 12 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله نشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري